اشتركوا في القناة جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان عبر تقنية الاتصال المرئي في اعمال القمة الاقليمية التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن جائحة كورونا وعالم العمل في الدول العربية بمشاركة عدد من وزراء العمل في الدول الاعضاء وممثلي الغرف التجارية واستعرض حميدان في مداخلته الخطوات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا مضحا بانه وفقا لتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدأ يده الله ورعاه ومتابعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد تم اطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة اربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكاسات فيروس كورونا ونوه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بان كافة المبادرات التي اتخذتها الحكومة جاءت بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية على المؤسسات والافراد وحفظ استقرار سوق العمل واستدامته